الجودة اليومية مرة جميل يا شيخ موزوم الجودة هاي دوام دوام لله يا شيخ لاو طران اثمامه بعد السلام عليكم عليكم السلام المدير وينه؟ عندي مقابلة شخصية معه هوراقك كاملة؟ هاي هوراقك كاملة طيب انتظرك المدير تحت المدير لازم يمسك خط مع اي شخص يقدم على شركتنا اي انتظرك تحت تفوق مآل اـ اه انا انا بكارك شخص درج لا تتحرك يا تركي أنا جايبك اليوم في الصحراء عشان أعلمك أهم درس في الوظيفة الرماية يا تركي الرماية التفاحة لا تتحرك يا تركي أنت طالب حقير وموظف أحقر يا أخي فيه أشياء كثيرة صار بضيق الصدر هاليومين تفتح الجريدة يضيق صدرك تفتح التلفزيون يضيق صدرك تشوف كومنتات اليوتيوب حتى لما تطلع في الشارع زحمة ومسوي فيها الأخلاق والكيوت سيك بالخير طال عمرك حتى في نقاط التفتيش طالب طال عمرك تباتي شو له تبتسم صفت على جمع صار الموضوع سباه لا لا صار عندنا شيء اسمه بلا هدفية الواحد ياخذ لفتين بالسيارة بس عشان ياخذ لفتين بالسيارة حتى لما تسأله يا أخي وش هدفك بالحياة بس بدت تطلع للأشياء هاليومين تبشر بالخير يعني مثلا اسمحوا للشباب بدخول المجمعات اشتركوا في القناة شباب وين البنات لا مو بس كذا الحين في الرياض في كورنيش يعني موية وبحر لا وحطي في بط بعد بط يا عياض بط يا عياض بط يا عياض والأهم من هذا كله إن مطعم البيكب كبرى فتح في مكان بره الغربية وفتح في القصيم تتوقعون يفتح في الرياض أصلا عادي أصلا أصلا احنا مهنا في البيكب في الرياض أصلا أنا ما حب الدجاج أنا أحب اللحم يعني أروح كذا خلي كيلو من محل زي فرسان وأروح كورنيش الرياض وأعطيك رضعية الشوي واللي كثير منكم ما يعرفون أنه في فعاليات كثيرة تصير عندنا يعني مثلا في عروض مسرحية في عندنا تيدكس أصر الاجتماعي لها تأثيرها على حياتنا اليومية وتوالس الأعداء الجنادرية ولا ننسى أن السياحة الداخلية في أحسن حالاتها العالم رايحة جاية والشقق المفروشة تلعب خصوصا أن موسم الزواجات وشهر العسل قرب حتى أسألوا حبيبنا بقر موسيقى 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 لحياكم يا شبان طيب دمجمين دي الشقة الشقة كيدا من بره طيب ممكن انو تخلجوه يشوه الدنيا الحياة يلو طيب عن زي ما انتو شايفين هنا منطقة دي اللي منطقة السيرفيس حقه لاندري فايم كيف غسيل غسيل سوقان الشقة كلهم كل الشقة وسيرفيس فايم كيف في التشهيل قالوا تعالوا اخذ ملابسي يجيقوا احد يجور عليك قريب منا فايم فايم لنجوه لنجوه بش موكي جوه اشياء تاني ها اهلو حياكم اهلو حياكم انا اعريكم شي مره سبيشب شي مره خاص لواحب المتزوجين شقة دي شقة الاحلام حاجة مره خاصة حق الهرسان يلو بينا شوه ما بادي طبعا هنا عندنا عندنا الليبين غروم يلو باهم غربة المعيشة شي مره سبيشب عندك الجدران هنا اللون نازرك فايم عشان اللون نازرك يجيب هدوء ويجيب سكينة فايم طبعا الشوباء عندك فايم من ضل الأسود عشان اللي يجوه جوه و اللي بره بره فايم كيف ما يحتاج هيا نقوم بالحاجات التالية طيب خلينا نشوف الحمار اوكي اوكي طيب الحمار مره ما يجوه اوكي شوية بالله اوكي الشيء التالي نشوف له الشيء اللي مره مهم اللي هو المطبخ ما خلينا ما بعد نشيك عليك اوكي النور مو شغال بس الطباق الماهر يطبخ في الضلام ما يحتاج بس خلينا نشوف التلاجة اللي هو تحت الدرج يلا بنا اوكي هيا ممكن نشوف التلاجة اللي تحت الدرج يلا بنا عندنا التلاجة دي ماهر تلاجة وفريزر كي تكون جي عام مره ماهر تجي تحت جيب سبيج فلاهر تطلع هنا بوك تقود لك شطة معي ومو شطة معي يلا خلينا نخلينا ما الكلام فاضي ده كله نشوف الشيء اللي هو رقم واحد طبعا عندك دير اللي هو غربة الاحلام اللي الناس يجي ببالا اللي هو غربة الاحلام لازم تكون حمرة تكون بينك وزليد الله احنا روح لماهر لأسود تمام لانه بسواد الليل يصير الويل معيكي وما يحتاج اوكي الشيء مهم مره طبعا مره مره اللي هو السريل السريل سريعة طبعا لها 7 فارد بس يرتبو اهههه موسيقى حسناً، انتهت التور في هذه الجولة السريعة تقوم بمساعدتها ويقوم بمساعدتها تقوم بمساعدتها ويقوم بمساعدتها لكي تجد السياحة لديكم الجماهير ويقوم بمساعدتها وصح أنها 70% من الشقيق المفروشة بدون تصاريح لكن لا يحتاج طبعاً هذا المتزوجين دعونا نسأل العزوبية وما رأيهم في السياحة الداخلية هم أي شي يساوون لأنهم يمبسطون داخلياً على أطاري السياحة والأخوية في عندنا المسابقة في الايكثر والجوائز مقدمة من أخيانا في كلوس اوب المسابقة بكل بساطة تكتب موقف أو قصة صارت بينك وبين أخويك وأضرف قصة تفوز بالجائزة والجائزة طبعاً راح تكون جهازين مقدمة لك أنت وخويك فلا تنسون تكتبون قصصكم في رابط الفيسبوك عندنا هنا وإشاء الله تكونوا معنا من الفايزين انا مبسط انا مبسط وقفو وقفو ترجمة نانسي قنقر